أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بضيفة في هذه الفقرة النجم الكبير والمدير الفني القدير كابتر رمضان السعيد زي كابتر رمضان مشرف ومنور صاحب بيت طبعاً مش بيف ولا حاجة أنت المنور إسلام ومنور القناة العودة الجميلة بنا يا خليج يا كابتر أنت حضرتك دايماً المنور وكل نجوم النادي الأهلي الحقيقة أجيال دايماً بتسلم أجيال النادي الأهلي يا كابتر أكيد أكيد كابتر رمضان خليني أبدأ مع حضرتك بعد غياب خمسين يوم عن الدوري العالم الناس نقول لك يا أصل الأهلي يعني أنتو بتأجلوله على رأسه ريش بتأجلوله الماتشاط الفترة اللي فاتت يعني على أساس مثلاً الأهلي ما كانش بيلعب إيه كان اللعيبة قاعدة في السحل ما كانش بيلعب ولا دوري أبطال أفريقيا ما سفرش جنوب أفريقيا ما سفرش معمال ما شفرش كطر بتفكر إزاي في العودة كابتر خصوصاً أن أنت أهلت الحمد لله النهاية ودي حنتكلم عنها ولكن العودة بعد غياب خمسين يوم يعني أنا يمكن أن الناس اللي بتقول يا أسلام أن النادي الأهلي مستفيد من التواقف ده خمسين يوم أعتقد أن ده يعني كلام مش مش صح يعني بالعكس أنت لما بتبقى متواجد في المسابقة وبتاخد كل أسبوع مباراة أعتقد ده بيبقى اللعيبة مركزة في المسابقة وفي نفس الوقت أنت بتلعب على البطولة أنت دلنهار ده مثلاً حتة البعد اللبناط بين الزمالك وبين النادي الأهلي وسل مسلاً عدد كبير جداً من اللبناط ده بيشكل ضغوط على لعبة النادي الأهلي وجهاز الفن مصبوط يعني مش دي ميزة النادي الأهلي واخدها النادي الأهلي كان واخد الفترة دي كلها على أساس أنه هو بيشارك في البطولة الأفريقية يمثل مصر آه وبيمثل مصر وهو النادي الوحيد اللي بيمثل مصر طبعاً تمثيل اللي هو اللي احنا بنشوفه على طول الحقيقة رفع راس كل المتابع لكورت القدم وكل المصريين الحقيقة في كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي دايب فهي دي مش ميزة بل بعكس أنا شايفها من وجهة نظري أن دي ضغوط على لعبة النادي الأهلي في المبارات اللي جاية دي كلها أنه هو مفروض مطالب مطلوب من لعبة النادي الأهلي وجهاز الفني أن كل المبارات اللي جاية دي يلعب أنه هو هيكسب كل المبارات عشان يبقى داخل جوه المنافسة بشكل قوي جداً 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 يعني حالك شايف أن هي بعيب أو ضغط بتمثل ضغط على النادي الأهلي طبعاً من أنه ناحية كابتن الضغط الضغط إزاي ما بقولك الفرق اللي بنعطي اللي بين النادي الأهلي وبين الزمالك دلوقتي فرق كبير كبير جداً فطبعاً أنت النهاردة ما بتلعبش أنت أي بطولة النادي الأهلي بيشارك فيها بيشارك عشان يحصل على البطولة فبالتالي أنت المبارات اللي أنت هتلعبها إزاي كنت هتلعب مثلاً عشر مبارات أو مش عارف اتناشر مبارات أو خمشهر مبارات أنت مطالب أنك تكسب عدد المبارات أنت تلعبها فدي بتشكل ضغوط كبيرة جداً بعكس زي ما بقولك أنت مثلاً لو المسابقة أنت ماشي فيها بانتظام ممكن مسلاً هيبقى في وسط مسلاً تلعب مبارات بتزبط حالك بتزبط نفسك لكن هي يعني الناس اللي بتقول ميزة أنا مش شايفها ميزة دايماً في البعض دايماً بيحاول أنه هو يخش في المنطقة دي يقولك أصل النادي الأهلي يعني على راسه ريش دايماً هو ده يعني من بعض بلاقي يشاجع النادي الأهلي ده من هو راح يقولك هذا الكلام لكن العكس معنى كلام حالك أنه ده العكس العكس حتى لو هم لو أقولك حاجة لو الموقف حتى بيختلف الناس زي ملك هو هيلعب المبارات دي المؤجلة دي عدد المبارات المؤجلة الكثيرة جداً دي برضك نفس الحكاية ضغوط على نادي الزمالي فهي مش ميزة للنادي الأهلي أنه هو بقاله خمسين يوم ما بيشاركش في البطولة الدوري العام تتعتقد كابتن أن خبرات لعيبة نادي الأهلي ممكن تتغلب على هذه الضغوط ويمكن الفصل ما بين البطولة الأفريقية والدوري؟ هي دي النقطة اللي هي موجودة إسلامي مش دلوقتي دي موجودة من خمسين سنة في النادي الأهلي أنت اللعيبة نادي الأهلي وجهازه الفني بمجلس إدارته بجمهوره بيفصله على طول ما بين أي بطولة مثلاً أنت بتشارك فيها بتحصل على بطولة والبطولة اللي بعدها اللي أنت مكمل فيها فبالتالي أنت خلاص بتركن دلوقتي بطولة النهائي أنت فصلت النهائي وده طبعاً إنجاز كبير جداً والحقيقة لما نتكلم على مبراتين التراجي هنشرح للناس لكن في نفس الوقت أنت خلاص بنركن وصلنا للنهائي وبنفكر في مبارات في الدوري وإزاي هنحصل على الدوري يعني كل التفكير العيبة بالجهاز الفني حتى يمكن أنت بتشوف مثلاً سالة بحفيز مثلاً مدير الكورة يعني يا دوبك البطولة بتخلص يعني بقى في قط اللبس يا دوبك حتى اللي بقى ما لحيتش تفرح ويقول لهم يا جماعة إحنا الدوري هذا جمهور نفسه وكابت الحاج لو تتذكر في كاس العالم الأخيرة بعد ما وصلنا لمباراة التالت ورابع وخدنا كسبنا المباراة وطلعنا التالت بيقول لك يعني سالة بحفيز اللي كان بيحكي بيقول إن في الاستاد الناس كانت بتحكي وعملها تقول إيه الدوري يا أهلي أو الأفريقي يا أهلي هو ده الفارق دائماً ما بين نادي الأهلي وأي نادي تاني وهو ده يعني الفارق في حصول النادي الأهلي على كمل بطلات الحقيقة بتكلم مثلاً في دوري عام 42 مرة بتكلم في كاس مصر قد إيه بتكلم في أفريقيا التسع مرات والعشرة جاية إن شاء الله بإذن الله فهو ده الفارق ما بين لعبة النادي الأهلي بأجهزة فنية على مدارد السنين اللي فدوا كلها بمجلس إداراته الحقيقة أعتقد ما فيش أي تفكير غير في الحصول على البطولة اللي أنت بتشارك فيها أيو أنت بتروح كاس العالم يعني أنا أقول لك حاجة فضل ده بتوصل إن أنت بتروح تلعب بطولة كاس العالم للأندية والناس بتطلبك أنت تاخد البطولة تحصل على البطولة مظبوط يعني شوف أنت واصل إيه يعني واصل عن السقة بقى اللي أنت اديتها لجمهورك وديتها لكل المتابعين كورتور قدم في مصر أنك أنت حتى قادر إن أنت تروح بطولة كاس العالم للأندية وتحصل على البطولة أو بتبقى بيطلبوا منك كده فبالتالي بلتالي إحنا خلاص بالدقاءة بنجنب طبعا خلاص وصلنا للنهائي وابتداء بنفكر في مباراة بيرامة زي اللهية المباراة اللي هي يوم الخميس يوم الخميس القاتم ترجمة نانسي قنقر